موسيقى طب توقاتكم مشاهدين الكرام اهلا بكم الى هذه النشرة الاخبارية والمفصلة من قناة الغد المشرق نستهلها معكم بابرز العنوين موسيقى واشنطن ومسقط تؤكدان في بيان مشترك على دعم الاستقرار في اليمن وتمديد الهدنة الانسانية موسيقى الامم المتحدة تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الانسانية الى مناطق سيطرتها موسيقى ميليشيا الحوثي تتخذ جراءات انتقامية ضد مدنيين بسبب مصرع اقارب لوزير داخلية الانقلابيين بحادث سير موسيقى اهلا بكم اسقطت الدفاعات الجوية في محافظة مارب طائرة مسيرة مفخخة لميليشيا الحوثي الارهابية وافادت مصادر عسكرية بان الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي لحظة اختراقها اجواء مارب وتم التعامل معها واسقاطها مشيرة الى ان المسيرة الحوثية محملة بالعبوات المتفجرة وتم اسقاطها قبل الوصول الى هدفها اكدت الولايات المتحدة وسلطانة عمان في بيان مشترك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين ونظيره العماني بدر البوسعيدي خلال مباحثات رسمية في واشنطن على دعم الاستقرار في اليمن وتمديد الهدنة الانسانية في بيان مشترك صدر عن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين ونظيره العماني بدر البوسعيدي بعد مباحثات رسمية في واشنطن حول ملف الأزمة اليمنية وسبل دعم جهود الحل السياسي في اليمن وأوضح البيان أن الجانبين اتفق على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن ودع البيان المشترك الأطراف اليمنية إلى تمديد شامل للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وإطلاق عملية سياسية شاملة تسمح لجميع اليمنيين بتحديد مستقبل بلادهم وذكر البيان أن تمديد الهدنة سيوفر إغاثة فورية للشعب اليمني من خلال الإفراج عن مدفوعات الرواتب وغيرها من الإجراءات وأكد على أن الحل السياسي هو الحل الذي يمكن أن يغالج الأزمة الإنسانية في اليمن وتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأعرب بلينكين عن أمله في أن تتوصل الأطراف اليمنية بدعم من سلطنة عمان والإجماع العام في المنطقة وخارجها على اتفاق بشأن التوصل لهدنة شاملة بما يساهم في تسريع عادة المسار إلى طريق السلام مراقبون يرون أن تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية من مساعيها لدعم الجهود الأممية لتجديد الهدنة في اليمن وإيجاد حل لإنهاء الصراع يأتي بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية وإن حققت هذه الجهود خطوة في عملية السلام ستنعكس إجابا لصالح إدارة بايدن في الانتخابات وذلك بعد تراجع شعبيته خارجيا مؤخرا في الملف اليمني وإلغاء تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية إبان توليه الحكم غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي جمهورية مصر العربية متوجها إلى الرياض في زيارة خاصة على طريق عودته إلى العاصمة عدن بعد أن شارك في أعمال قمة المناخ وبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له تمويلات دولية عاجلة مقدرة بحوالي 147 مليون دولار وذلك لمواجهة أثار التغيرات المناخية في اليمن ضمن التزامات عالمية لدعم الدول النامية بنحو 100 مليار دولار سنويا وفقا لاتفاق باريس وقمة غلاسكو أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد طارق صالح عن أمله في أن تتجاوز محافظة تعز الصراعات والانقسامات وقال العميد طارق في تغريدة على تويتر أنه بتشكيل مجلس القيادة بدأنا مرحلة جديدة شعارها التعاون بين فرقاء معركة التحرير والتنسيق العسكري في الجبهات وأيضا الانفتاح السياسي بين الأطراف على حد تعبيره وعبر عن أمله أن تتصدر تعز هذه المرحلة أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بزيادة كبيرة في حوادث عرقالة وصول المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في تلك المناطق في تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قال فيه إن حوادث قيود حركة ووصول المساعدات الإنسانية في اليمن لا تزال تمثل تحدياً وأن أغلبها تحدث في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وأن معظم الحوادث مدفوعة بالعوائق البيروقراطية والتأخير في الحركة وقال التقرير إن الربع الثالث من عام 2022 شهد زيادة كبيرة في الحوادث بنسبة 5.9% التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته وأوضح أن شركاء العمل الإنساني أبلغوا المكتب الأممي عن 673 حادث وصول في 103 مديريات في 19 محافظة عبر اليمن ما أثر على أكثر من 5 ملايين شخص وأضف التقرير أن ما يقرب من ثلاثة أربع الحوادث المبلغ عنها وبما نسبته حوالي 74% تتعلق بالقيود البيروقراطية التي تفرضها السلطات بما في ذلك القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل اليمن وأن التدخلات في العمليات الإنسانية تشمل رفض أو تأخير تصاريح السفر وإلغاء البعثات وأنشطات السفر الميداني الداخلي والخارجي وخاصة للنساء ومطالباتهن بوجود محرم لأداء عملهن في مجال الإغاثة الإنسانية كما كشف التقرير عن أنواع أخرى من التدخل مثل تعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها والتدخل في تصميم المشاريع وتنفيذها والطلبات التعصفية لمختلف المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير والأدوات من قبل الشركاء وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها مكتب الأمم المتحدة الميليشيات الحوثية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتستمر الأخيرة بابتكار حجج ثقافية ودينية ومجتمعية وهية لإعاقة وصول هذه المساعدات لمحتاجها اختطفت الميليشيات الحوثية أربعة من قارب بائعيقات متوفين نتيجة استدام سيارتهم بسيارة أخرى كانت تقل وقارب مباشرين لوزير داخلية في حكومة الإنقلاب مبررة ذلك بأن الحادث كان مدبرا ولم يكن عرضيا تعيش الميليشيات الحوثية في حلقة مفرغة بمناطق سيطرتها مستبيحة كل الظلم واللا رحمة بتعاملها مع المواطنين وتسجل بشكل يومي انتهاكا يحسب عليها ضد المدنيين ليكون آخرها اختطاف أربعة من أقارب بائعيقات المتوفين نتيجة استدام سيارتهما بسيارة أخرى كانت تقل أقارب مباشرين لوزير داخلية في حكومة الإنقلاب عبد الكريم الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في محافظة عمران على طريق رابط بين العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعد شمال البلاد وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي لم تكتفي باختطاف أقارب المواطنين المتوفين في الحادث بل تفرد طوقا أمنيا على مرافقهم المصابين وتتعامل معهم كمذنبين كما قامت بعمليات تحريات موسعة حولهم لاشتباهها بأن الحادث كان مدبرا ولم يكن عرضيا نتيجة سرعة الجنونية للطرفين وفقدانهما السيطرة على سيارتهما وفق إفادات شهود عيان ولم تستبعد المصادر أن تكون هناك شكوك لدى ميليشيات الحوثي بأن الحادث المروري كان محاولة لاستهداف وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي من قبل عناصر معارضة للميليشيات أو الجناح المعادي لوزير داخليتهم ضمن الصراع البيني داخل الحركة الحوثية جدير بالذكر بأن الصراعات بين الأجنحة الحوثية تتفاقم فعم عبد الملك الحوثي عبد الكريم الحوثي تمت إقالته من المكتب التنفيذي كونها السلطة الأعمق لهذه الميليشيات الحوثية قبل عامين بعد سفره من إيران ليعود بعد ذلك ويتم منحه رئاسة وزارة داخلية كطريقة لإسكاته وما هذه الصراعات الداخلية التي ترفض الميليشيات إخراجها على السطح إلا حرق لسلطتهم الداخلية وزعت هيئة الهلال الأحمر لإماراتي عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ليستفيد منها ألاف السكان من أبناء مدرية عرماء بمحافظة شبوة وأعرب مواطنو ووجهاء مدرية عرماء عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نظير جهودها الكبيرة ومد يد العون للمواطنين والنازحين في المدرية وإعانتهم على ظروفهم المعيشية الصعبة نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعاصمة عدن يعاني ظروفا صعبة أهلا بكم مرة أخرى نظم النادي الأدبي الثقافي لطلاب جامعة حضر موت صباحية ثقافية تمحورت في الشعر والفن وتهدف إلى نشر الوعي الثقافي والارتقاء بفكر وثقافة طلاب الجامعات بحضر موت ضمن الاهتمام بالجانب الثقافي تظاهرة أدبية وشعرية تحتضنها جامعة حضر موت التظاهرة نظمها النادي الأدبي الثقافي لطلاب جامعة حضر موت بمدينة المكلة هذا النادي يفجر طاقات إبداعات طلابية في القصة والشعر وفي قراءة الكتب وغيرها من المهارات اليوم حقيقة الطلاب يعني أتعفون وأيقلت إيقائي يقينا كبيرا أن هؤلاء الطلاب طاقة زاخرة شباب طاقة زاخرة فقط يحتاج إلى رعاية وتمم في الحقيقة تعني الكثير لطلاب جامعة حضر موت فهي البوابة وجسر التواصل بين مواهبهم وإبداعاتهم من خلال النادي الأدبي الثقافي فنحن مهمتنا إبراز هذه الإبداعات لطلاب جامعة حضر موت هذه الفعالية الثقافية استضافت الشاعر الدكتور أبو بكر الحامد الذي قدم العديد من القصائل الشعرية في مجالات الفن والغزال وسياسة الحاضرون بدورهم أثر الفعالية بمشاركاتهم التي تمحورت حول الفن والتراث الحضرمي الفعالية اليوم كانت شعرية واترح علي الطلاب أن أقدم نماذج من شعري فقدمت عدة قصائد من شعري بالشعر العمودي وشعر التفعيلة ومن القصائد التي قدمتها قصيدة عنوانها سياحة في اليمن وأسبانيا واختتمت بقصيدة البردة المتجددة عن شخصية الرسول طبعا الندوة اليوم استفدنا منها كثير وكنا بأمس الحاجة لمثل هذه الندوات من قبل وإن شاء الله تكون مش أول ندوة هي مش أول ندوة إن شاء الله تكون الندوات أكثر استفدنا من كتبه الأدبية والشعر بعد واستفدنا من جانب دراسته يعني قال خلال مارس الدراسته يعني ما سوى فيه ومراحله الأندية الثقافية بحضر موت تسعى إلى إنعاش الجانب الثقافي والأدبي بين أوساط الشباب وتسهم في رعاية وتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية تفاقمت الأمراض النفسية في البلاد بسبب الحرب والظروف الصعبة ويكابد مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعاصمة عدن ظروفا صعبة في ظل ازدياد المرضى وغياب الدعم وتجاهل المسؤولين في غياهب الأيام منسيون بأوجاعهم أوحش منهم كل أنيس وجليس المرضى النفسيون ومعهم المستشفى الذي يضمهم بعدا يعانون ظروفا صعبة وقاسية في ظل غياب الدعم والاهتمام والتجاهل من الجهات المعنية في حق الأمر المستشفى يعاني من أسباب ومن مشاكل كثيرة جدا وتوالت وتعاغبت عليها الإدارة لكن للأسف الشديد لم يكن هناك نية لدى الغائمين على شؤون الصحة في الوطن هذا من أطاع أولوية وإلى اهتمام بالمستشفى على سبيل المثال المستشفى أعتقد أنتم تلاحظون لم يطرع عليها أي عمال صيانة منذ افتتاعها في الثمانينة القرن الماضي الشيء الثاني المواجنة التشقيلية التي تتعدى ثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال يمني منذ العام 1994 لم تطرع عليها أي زيادة مستشفى كبير يقدم خدمات إنسانية وخدمات علاقية لأكثر من عشر محافظات يعني يوميا نستقبل حالات كثيرة جدا كما على مدار الأسبوع الحالات النفسية في ازدياد مستمر وخاصة بفعل الظروف الحالية مذ عشرون عاما ونيف والمستشفى يجاهد حتى لا يغلق أبوابه في وجه المرضى الذين يتوافدون صغارا وكبارا من محافظات يمانية عدة لتلقي العلاج عوامل الحالات يعني اشتدت قصاوة الحياة اشتدت أمور كثيرة يعني تعطي سبب لارتفاع عدد الحالات وفعلا يعني عندما قرأتنا أنه موجود أكثر من ثمانية مليون أو حوالي سبعة مليون أو أكثر مريض باليمن هذه حقيقة أنا أشد للدولة الوقوف يلاقيان بهذا المستشفى والدعم المعنوي والمدي لهم والكوادر إذا في كوادر يضيفون لهم كوادر فيها من أقل الناس كثير يا أخي فيها الناس الناس صيبت في حالة إحباط وحالة نفسية يعني لا عدد لهم نحن بأمس الحاجة لدعم الصيدلية لدعم المرضى بإحتياجاتهم لكم فيه مرضى كثير بس بسبب نقص الأدوية ما يباشروا ظروف الحرب والأوضاع القاسية أسباب رئيسية في تفاقم الأمراض النفسية وبصورة مخيفة منسيون على قارعة الأيام تنهشهم الوحدة وتأكلهم أعين الناس المرضى النفسيون في ازدياج كبير ومخيف فماذا فعلت الحرب الحوثية بعقول البسطاء في البلاد تجيب تقارير منظمة صحة العالمية عن التساؤل وتؤكد أن ثمانية مليون يمني أصيبوا بنوع من الأمراض النفسية وأن واحدا من كل أربعة أشخاص تأثروا نفسيا وفي ظل غياب الاهتمام من المنظمات من المنظمات والجهاد المعنية يبقى الله وحده الراحم والمعين صالح حنش الغدو المشرق عدم أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد 19 انخفض بشدة منذ الشتاء الماضي وقال مدير منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل نحو 9400 وفاة مرتبطة بكوفيد 19 على مستوى العالم الأسبوع الماضي ويمثل هذا انخفاضا بحوالي 90% عن حالات الوفاة في شهر فبراير الماضي والذي شهد ذروة الوفيات بسبب كوفيد 19 العام الحالي عند 75 ألفا توصلت دراسة حديثة إلى أن مرض كوفيد 19 يؤدي لاستجابة التهابية في الدماغ شبيهة بتلك التي تحدث بسبب مرض الشلل الرعاش وأضاف الفريق البحثي أن فيروس كورونا حفز المسار نفسه الذي تقوم به البروتينات في مرضي باركنسون والزهايمر ما قد يفسر أن الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 أكثر عرضة لحدث عراض عصبية شبيهة بتلك التي تحدث لدى مرضى باركنسون والزهايمر وأمراض الخرف الأخرى ختم هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين واشنطن ومسقط تؤكدان في بيان مشترك على دعم الاستقرار في اليمن وتمديد الهدنة الإنسانية الأمم المتحدة تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها ميليشيات الحوثي تتخذ إجراءات انتقامية ضد مدنيين بسبب مصرع أقارب لوزير داخلية الإنقلابيين بحادث سير لمتابعتنا عبر البث المباشر زروا موقع القناة القدوية داتكم وتابعونا أيضا عبر تطبيق نبض الأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة